اشتركوا في القناة لسنة 2021 وهذا البيان بعنوان جاءت ذروة فساد اليهود الصهاينة في أرض المسجد الأقصى سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم ردوانه وعيد مبارك عليكم وجميع المسلمين فبالنسبة للإمام المهدي ناصر محمد اليماني فليس العيد عنده سعيد فقلبي أليم نظرا لما يحدث من الجرائم النكراء في الشعب الفلسطيني ولكن الله أرحم بهم من عبده وناظرين رحمته لتعجين التمكين والفتح المبين بحوله وقوته وأحداث عاجلة من رب العالمين فما باليد حيلة وعسى غيرة الشعوب على المسجد الأقصى والمسلمين في فلسطين تكون سببا في إحياء قلوبهم ووحدة صفهم والمعضلة في قادات المسلمين العرب والعجم خصوصا سناع القرار المؤثرين في العرب والعجم ولسوف ننظر ما يفعل الله فإن الإمام المهدي منتظر إما الفتح أو أمرا من عند الله مباشرة بكن فيكون خنازير ويلعن من يشاء لعنا كبيرة وإنما التعدي على حرمات الله ليميز الله الخبيف من الطيب للمسلمين فيما بينهم تصديقا لقوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعاكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم واقتربت أحداث كبرى تترى واعلموا أن مقت الله أكبر ويا أحبتي في الله لكل حال المقال فهذا البيان الجديد تذكير أخير للمسلمين في شأن ما يحدث في فلسطين والمسجد الأقصى من عدوان الصهاينة منذ أواخر رمضان كونهم دخلوا في ذروة فسادهم الأكبر فمهما دمروا فقد جاء نصر الله وسوف ينتقم الله لنفسه ولبيته وبأيديكم ولعباته المرابطين حول المسجد الأقصى والمستضعفين في العالمين وكافة المظلومين في العالمين فلا تحزنوا بما سوف يفعل الله بالمستكبرين فوالله أني لفي عجب شديد من أنصاري كيف تطمعون في هدى المستكبرين إن يروا سبيل الحق لا يتخذونه سبيلا مهما علموا علم اليقين أن الإمام المهدي ناصر محمد ويا أحبتي في الله إنما ندعو الله أن يهدي إلى اتباع داعي سبيله الذين لو علموا علم اليقين أني خليفة الله عليهم لخضعت أعماقهم لخليفة الله المهدي ناصر محمد طاعة لأمر الله وما بحث الله الإمام المهدي ناصر محمد لهدي الشياطين من الإنس والجن ومن كل جنس بل ما دون ذلك من عباده وأما أعداؤه الكارهون لنعيم رضوان نفسه تعالى فكيف يهديهم الله وجاء تأويل البيان الحق على الواقع الحقيقي وأنتم الآن في خضم تحقيق وعد الله بالتمكين في العالمين لإخضاحهم لطاعة خليفة الله المهدية ناصر محمد تصديقا لقول الله تعالى ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارع أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم وأحبتي في الله الأنصار يظنون أن أمر الله لا يأتي إلا في يوم صيام رمضان القمري ولكن ضيف إبراهيم المكرمين جاءوا رسول الله إبراهيم في ميقات الضحى فقدمهم مجلس الضيافة ورغى إلى أهله ليطبخوا لضيفه غداءا فانشغل بذبح العجل وحنذه هو وزوجته حتى جاءوا لضيفهم بعجل حنين وربما يود أحبة الأنصار أن يقولوا وماذا نستنبط من ذلك فمن ثم يرد عليهم الإمام المهدي ناصر محمد وأقول لو كانت أحداث العذاب حصريا لا تأتي إلا في صيام يوم القمر إذن جلس معهم رسول الله إبراهيم كي يتأكد أنهم صائمون أو مفطرون حتى يعلم فإما يجاهز العجل لهم إفطارا بعد المغرب وإما يجاهزه غذاءا ولكني أجده في محكم القرآن أنه جهز لهم طعام الغذاء بالظهيرة كونه ليس عنده شك أن ضيفه صائمون ولو أنه جلس عندهم قليلا من الوقت لأخبره بالبشرى بالغلام العليم ولعلم أنهم ملائكة الرحمن جسدا لا يأكلون الطعام إذن لما ذبح العجل كونه ذبح العجل ضيافة لضيفه القوم المنكرون والمنكرون أي الغرباء لم يعرفهم من قبل ولم يسألهم من أي بلد هم بل باشر تجهيز غذائهم وتكلموا معه من بعض البشرى وجاد لهم في قوم لوط وأكدوا له أنه جاء أمر الله وأنه مصيبهم عذاب غير مردود وقالوا له فاجعل العجل في وعاء طعام لكم جاهز وانضي وزوجتك حيث أمركم الله ولذلك قال الله تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين صدق الله العظيم فمن ثم خرجوا من عند رسول الله إبراهيم عليه وعلى آله الصلاة والسلام على أقدامهم يمشون حتى وصلوا قرية نبي الله نوط نهارا يمشون على أقدامهم وكانوا يلبسون لباسا حسنا من أحسن ما يلبسه القوم ودخلوا القرية بعد العصر قاصدين دار نبي الله نوط عليه الصلاة والسلام فشاهدوهم حين إقبالهم فشاهد جمالهم نبي الله نوط وقال هذا يوم عصيب كونهم قدموا إليه لهارا فشاهد جمالهم هو وغيره وقال الله تعالى ولما جاءت رسلنا نوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وليس كراهية لضيف الوافدين ولكنه يعلم بما يفعله قومه فاحشة ما سبقهم بها من قبلهم أحدا من العالمين ولذلك ساء بهم وضاق بهم ذرعا ألا وإن ضيف إبراهيم المكرمين كذلك هم ضيف لوط عليه الصلاة والسلام فرحب بهم وهو لا يعرفهم وقدمهم مجلس ضيافة وراغ إلى أهله وبناته لصنع طعام لضيفه ولكنها وجبة عشاء كونهم وفدوا إليه بالعشي بالعصر فأراد أن يقيم لهم وجبة عشاء فإذا بقومه يهرعون صوب داره ليراودوه عن ضيفه ولم يكن يعلم أنه ملائكة رسل رب العالمين ليخرجه وأهل بيته بقطع من الليل ولا نريد أن نطيل عليكم والباحثين ولا نريد أن نبين لكم أكثر أحبة الأنصار وما يخيفني من الأنصار كون كثيرا منهم في كل مرة يفتنون أنفسهم ويفتنوا أهليهم ويفتنوا أصدقاءهم الذين كانوا على وشك تصديقهم واتباعهم وما يحزنون به أنفسهم ويفتنون أهلهم وأصدقاءهم هو أنهم يقومون من ذات أنفسهم بتحديد موعد العذاب بغير علم من الله مخالفين أمر الله في قول الله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين صدق الله العظيم ويا معشر الأنصار لكم نصحناكم في كل مرة ألا تفتنوا أنفسكم وأهليكم وألا تخالفوا أمر الله بتحديد موعد العذاب كونه لله حكمة بالغة فهو أعلم بعباده كونهم يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة وحتى ولو كنتم على وشك إقناعهم بداع الحق من ربهم ثم قمتم بتحديد ميعاد العذاب لتأخروا عن الاتباع الذين لا يعقلون حتى تطمئن قلوبهم حين وقوعه على رؤوسهم وقال الله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل رأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين صدق الله العظيم ويا أحبة في الله إن الله يرضى لعباده الشكر ولا يرضى لهم الكفر وما يفعل الله بعذاب عباده وقال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما كون ذلك يحزنه بعد أن يصبحوا نادمين على مفرطوا في جنب ربهم بل يفرحوا الله بهداهم فذلك ما ينال نفس الله تقواهم فيفرحوا بهداهم أعظم من فرحكم بهدا بعضكم بعضا إلا المستكبرين الكارهين لرضوان رب العالمين فاعلموا أنه لا أمل في هداهم بل العالم بأسره الآن في خضم حرب الله بسبب تنهش اقتراب كوكب العذاب سقر من الأرض فوصلت الآن أوجف لكها في الارتفاع خلف الشمس لتدور من خلفها فتهوي في سماء أرضكم من جنوب الشمس وجنوب أرض البشر وبينها وبين الشمس الآن تغيضا وزفيرا مما سوف يزيد حرب الله المناخية بالفيضان المنهمر وكسف من السماء ساقط بما لم يكونوا يحتسبون وحرب الأعاصير البحرية والمنخفضات الجوية ذات الرياح المزدوجة الباردة والحارة جوا وبرا وبحرا وأعاصر فيها نار ذات القوة التدميرية لإحراق جنات حدائق غابات البهجة على رؤوسهم وحرب الصواعق وسلازل وبراكين وعواصف النازعات البحرية والبرية القمعية وألوان من العذاب من جراء حرب التناوش وسوف يرفع الله معيار حربه الجوية والبحرية والبرية إضافة لمدد جديد من سلالات بعوضة الدم وأرجو من الله أن لا يهلك بعذابه إلا أعداءه الذين لو علموا الحق من ربهم فهم للحق كارهون ويهدي الله ما دون ذلك ويؤسفني أني في أمة هي الأشد إلحادا بالله بين الأمم إلا من رحم ربي كونهم يصدقون الملحدين بالله بقولهم كوارث طبيعية تحدث من زمن إلى آخر معروفة حتى إذا اشتد الله عليهم بعذاب التناوش بسبب اقتراب كوكب العذاب فقالوا نعم هذه كوارث خير طبيعية ما تعودنا أنها تأتي تترى ولكن هذا بسبب الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي العلوي بسبب عوادم مصانعنا كانت سبب كوارث من الأرض والسماء ويا للعجب فماذا كان الله يهلك به الأمم الأولى أليس بما يسمونها كوارث الطبيحة فهل يترى أهلك الله قوم نوح بفيضان خرق الماء المنهمر فهل كان ذلك بسبب تراكم عوادم مصانعهم وأحدثت خللا في الغلاف الجوي برغم أنه كان الطوفان العظيم في تاريخ الأرض أخرق كافة جبل الأرض فكذلك طوفان العذاب الأدنى بأمر الله وللأسف صدقهم المسلمون إلا من رحم ربي وإن في نظري كفار قريش هم أشد إيمانا بالله من مسلم اليوم لولا أنهم مشركون بالله أهلهة مع الله وقال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيته ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون صدق الله العظيم ويقصد الله بقوله للنبي قل فأنا تسحرون أي فكيف تقولون أني ساحر وأن أدعوكم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأنتم به معترفون أنه الله رب الملكوت الخالق لكل شيء ربي وربكم والمسيطر على كل ملكوته سبحانه إذن الكفار في عهد النبي إيمانهم أشد من إيمان مسلم اليوم إلا من رحم ربي وأقصد الذين صدقوا أسطورة الاحتباس الحراري بسبب عوادم مصانع البشر أنها سببت الفيضانات بماء منهمر بدل أن يتنزل بقدر كما توعدون ويا سبحان الله فهل تصدقون أنكم إذا أوقفتم عجلة اقتصادكم سوف تخففون الماء المنهمر ثم ينزل المطر بقدر معلوم فهل الملحدون هم المتحكمون بالمطر أصحاب نظرية الاحتباس الحراري وقال الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار صدق الله العظيم وقال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم أي وربي إن من صدق بأسطورة الاحتباس الحراري لا يحقلون وربما يود كثير من المسلمين أن يقولوا ما خطبك يا ناصر محمد تخاطبنا وكأننا ملحدون برب العالمين فمن ثم يرد عليكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأقول هذه حقيقتكم إن صدقتم بنظرية الاحتباس الحراري كوني أنذركم والعالمين منذ ستة عشر عاما من تناوش عذاب كوكب العذاب الذي يقترب من أرضكم وكل عام أقرب ذلكم كوكب سقر كونها قادمة على البشر فيضانات ماء منهمر ما شهدتم بمثلها في حياتكم في مختلف أنحاء العالم وسوف يرسل الله مطرا من غير سحاب حواصف ثلجية لم تعرف مثلها من قبل مصحوبة برياح عاتية سرعة وسوف يسقط الله على العالمين وعلى جزيرة العرب كسف جبال من برد شضايا قاتلة فذلك ما حذر الكفار منه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال الله تعالى أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا صدق الله العظيم وكذلك حجارة من نار من كوكب سقر ولذلك قال الله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم وكذلك الدخان المبين وما أدراكم الدخان المبين وبما أن المستكبرين من بني صهيون حول المسجد الأقصى جاء موعد ذروة فسادهم الأكبر وأعلموا ما سوف يفعلون ليميز الله الخبيث من الطيب فيما بين المسلمين ثم ينتقم الله لبيته المعظم المسجد الأقصى والمستضعفين في فلسطين الذين يتفرج عليهم قادات العرب والمسلمين كيف يفعلون بهم الصهاينة يدمرون بالطيران منازلهم على رؤوسهم وأجد في القرآن إنما حركة دخول المسجد الأقصى لطرد المصلين والعاكفين في العشر الأواخر من رمضان ليس إلا ليستفز الشعب الفلسطيني لقتالهم ويريدون أن يدمروا ما علوا بالطيران تدميره وقتل الشعب الفلسطيني وترد آخرين وهدم المسجد الأقصى وتهويد كل فلسطين ثم الذي يليها إن استطاعوا لتحقيق خارطة ترامب الملعون قسم الله ظهره وقسم عمره وقد نصحنا المسيحيين النصارى أن يحذروا من المسيحيين الصهاينة أعداء المسلمين والنصارى وأعداء لليهود المسالمين من الذين يريدون أن يأمنوا شر قومهم وشر المجاهدين المسلمين لتحرير فلسطين فإن جاءوكم يا معشر المسلمين فاقبلوهم ولا تمسوهم بسوء فهم قوم لا يحلمون بدولة اليهود الكبرى ويريدون أن يأمنوا شر قومهم ويأمنوا شر المسلمين ويعيشوا مسالمين أولئك لم يجعل الله لكم عليهم سبيلا أولئك الذين قال الله عنهم في محكم كتابه القرآن العظيم في قوله تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميفاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينة صدق الله العظيم وما كان للإمام المهدي ناصر محمد أن يدعو إلى سفك دماء المسالمين بل أذن الله لكم بقتال المعتدين على حرومات مقدساتكم ودياركم وأردكم وأعراضكم فذلك هو الجهاد إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير ويا محشر أحزاب المسلمين المتقاتلين هذا انذار أخير من الله العالي القدير أن تعلنوا توقيف الحرب فيما بينكم فتخضعوا لخليفة الله على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني فقد جاءتكم بينات بياناته الغيبية مما علمني ربي في القرآن العظيم وأذكركم للمرة الأخيرة بأمر الله إليكم أنتم اليوم في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللت من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم وقاتلوا المعتدين على المسجد الأقصى وعلى مقدساتكم وعلموا أن الأشهر الحرم أربعة وليس منفصلات بل متصلات الشهر الحرام بالشهر الحرام تصديق لقول الله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن احتدى عليكم فاحتدوا عليه بمثل ما احتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم فتذكروا قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم كونهم أول من بدأ بالعدوان وليس عدوانهم هذه المرة مثل كل مرة واعلموا أن الله مع المتقين وإن أبيتم الخضوع والطاعة لاتفاع عن مقدساتكم فاعلموا أن الله عزيز حكيم فلست بأسفكم من تظهروني على العالمين بل حرب الله المباشرة جارية لإخضاع خليفته على العالمين ولسوف تعلمون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني لمن أراد قراءة مزيد من بيانات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني فليتفضل بزيارة موقعه الرسمي منتديات البشرى الإسلامية والنبأ العظيم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة